السلام عليكم متتبعاتي الوفيات والصلاة والسلام على خير الانم هذا اول فيديو حنديره لكم ونشاركه معاكم لسانة 2022 ان شاء الله ان شاء الله تكون سنة سعيدة وتدخل علينا بالربح وبالصحة اهم حاجة يعني الصحة ولهنا ان شاء الله وان شاء الله رب يرفض علينا هاد الواباء والبالاء ويفرج علينا وعليكم كامل ان شاء الله كل وحدة ولا كل واحد يحقق له يعني في هاد العام وشراهو متمني ان شاء الله بديته لكم بالخرشف درت لكم اليوم جواز جواز خرشف بالحمبقري كما تعرفوني نحب نشارك معاكم هاد الاطباق يعني الموسمية لانا في وقت الخرشف شاركت معاكم عشايا درتوا بالمطلوع اللي هاد المطلوع اللي كنت شاركته معاكم ديجا اللي ما شافوش دوكن نخلي لكم رابط تاعو في صندوق الوس شوفو كيفاش يجي من الداخل مجيش فيه بزاف هاد كلا ميخ شينة اللي تنحيوها ترميوها ترميوها يجي بالزاف خفي في هاد المطلوع يجي هايل والخرشف جا جا روعة جا بزاف بنين يعني لي عشاق الخرشف حبيت نشارك معاكم يعني طريقتي البسيطة في طهي الخرشف خليكم معايا وكملوا معايا الفيديو للاخر درت لكم فيديو مشي بزاف طويلة نبدأوا مباشرة في المقادير او مامتون طريقة التحذير درت انا كوكوطة بس كو نغلق علي كما تعرفوا الحم بقري حب يحب شوية الكوكوط عندي هنايا شوية الحم بقري عندي حب بصل يعني متوسطة مشي كبيرة كبيرة ومشي صغيرة درت هنايا غل الملح والفلفل لكحل ودرت تاني نسيت ما قتلكمش عليهم الزيت درتوا حضر مع مغارف كبار هكا كفتاء الزيت كي ما تعرفوا الحم بقري ما يحبش ما يعفون ما فيش ما فيش بزاف ليدام سيبوغسا ديروا شوية كمية هكا مليحات على الزيت ولا تقدروا تديروا الجاج إلا درتوا الجاج ما تكتروش بزاف الزيت سختولي كويس المهم غطيت عليهم وخليتهم تقلى وحتى دبالي كامل هدك البصل على ما قليلا خليتهم تقلى وبالعقل فالا غطيوا عليهم وخليوهم ومن جهة وحده خلا نوريكم الخرشف هنا بعد ما نقيته غليتوا في الماء وحده درت له هكا عصرت عليها عصرة خفيفة عقارس غليتوا في الماء حتى طاب يعني طيب خمسة وتسعين بالمية هكذاك هاولي كل الحمو البصل تعي بعد ما تقلى رميت عليهم الحميصة شوية حميصة مشمخة ونجي نمرقهم بالمسخون يعني أكدوا لي على المسخون بش ما تجيكمش المكلة تعكم صنطة هنا مرقتهم مليح بالمسخون درتوا حضر ريتلا هكذاك ولا ريتلا وشوية زيادة أغلقت عليهم الكوكوت حتى طاب لي هدك اللحم يعني طاب زبدة تأكدوا بلي راهو طيب بس كل خرشف هنا راهو طيب ونجي نرمي عليهم كامل هدك الخرشف هدك هنا يا خليو فيها شوية لاصوس مشي بسف نخلي هي طيب وحد العشر دقايق هكاك حتى الخمسة عشر دقايق هكاك حتى الخمسة عشر دقايق هكاك مات مغلقت عليها الكوكوت فوالا حبيته يشرب لي كامل هدك لاصوس هدك وزديت القليل بالنتاعه في المرقة هدك ودوكاتيك نروح نوجدو العقدة أنا وش ندير في العقدة ندير صافر بيضاء وندير نصف ملعقة صغيرة يعني تعقاه وحلي بتاع فارينة أنا منحبش لاصوس تجيب ززاف هكا كبينة باللي راه يمتقلها بالفارينة ودرت واحد المغروف ونصف كبيرة تعمى عدنوس وحليتهم شوية بركمة ما يعني عادي مشي سخون من بعد ضفت عليهم شوية هدك لاصوس هدك باش ما يطابلش لبيت سيبوخسا ما درتش لاصوس ديغا كتومو ونروح نفرخهم فوق المرقة تعال خرشف ديالي كيما لكو تشوفو هنا المرقة تاعي مراهيش مجمرة يعني ما زال فيها شوية لاصوس حنا نحبو المكلة انا راجلي يعني يحب المكلة فيها مجمرة بصح فيها شوية لاصوس يحب يغمس هنا يا على بيها ما نشحنش فيها بزاف هنا يا نخلي هازي التعقد وتنشف شوية شوفو كيفاش هنينحرك فيها غير بالعقل بس ما نشحب يتحرح لي هذك الخرشف واللحن هنيندخل شوية هذك البيت الداخل فلاسوس توجو على نار قليلة ونخليها واحد لخمس دقايق هكذاك ولا ست دقايق تغلي زيت تتجمر شوية هنا ليحبي ديال القارس يزيد عصرها قارس يجي هاي القارس انا راجلي ما يحبش القارس في المكلة سيبقص اه ما لانيش ندير ويموت على الخرشف هنا المرقعة تاعي اه شفتها شوية نقصات الجمار قالوا غالاني رايحها نزيد نخليها شوية تنشف ولا شوفو كيفاش راهي انا نحبها هكذا ما نحبهاش اه تقيله وتجي بينه بلي معقده بالفارينة خليها تنشف شوية وهنا يا نقدمتها لكم في طابق التقديم شوفو كيفاش جات لله الله ما تجيش لاصوس كحلة شوفو كيفاش جي سفرة اجي تشهي ارميت عليها من فوق شوية مع النوس وهذا ما كان ونجي اه ندقلكم هنا يا باش شوفو يعني القاومتها كيفاش عامل ولا يجي الخرشف طيب زبدة اه نعطيكم ناصيحة من الاحسن الخرشف طيبه وحده باش ما يجيش اه ما تجيش في هديك المرارة هديك فلاصوس اه امامتهم ما تجيكمش لاصوس يعني المرقة تاعو كحلة ويطيب لكم بالخف يعني ملء احسن وما تنسوش تديروا له عصره قارص في المه هدك اللي تطيبوا فيه الخرشف باش يقعد لكم توجو بيض وشوفو اللحم تانيك كيفاش طاب زبدة وهذا يا المطلوع اللي يقتلكم عليها في بداية الفيديو كتشاركت معاكم ديجا الوصفة ديالو اللي ما شافوش شدوك نخليلكم الرابط تاعو في صندوق الوصف درتو انا وجارتي شوفو فيش حال هايل يجي هايل يجي لداخل عفوا ما تجيش فيه بزاف هديك ويجي مع الجن وتنحيوها ترميوها لالا يجي خفيف ريشة درتو وحدي مع الخرشف عاودتو وحدي جاني ما نحكي لكم مش جاء اكتر من رائع احنا فدار نحبو هاد الاكلات هادية التقليدية مع المطلوع ان شاء الله هالفيديو تاعي تنال اعجابكم وان شاء الله تجربوا الخرشف على طريقتي ويعجبكم وتنجحو فيه ونقول لكم نتلاقاوا ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفات جديدة وتبقاوا على اخر اشتركوا في القناة